النهاردة استقبل رئيس عبدالفتاح السيسي جوزاب بوريل الممثل الأعلى للتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية والوفد رفيع المستوى المرافق له والذي ضم مبعوثة للتحاد الأوروبي لعمليات السلام في الشرق الأوسط الجانب الأكبر من اللقاء تركز على الأوضاع في غزة والشرق الأوسط حيث تم استعراض الجهود المكثفة التي بدلتها مصر والشركاء لتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين بحيث يمكن إنهاء الكارثة الإنسانية التي تواجه أهالي غزة وتمهيد الطريق لإنفاذ حل الدولتين بما يحقق السلامة وتعايش والاستقرار بالمنطقة وأكد الرئيس في هذا الصدد خطورة خطوات التصعيد المستمر التي تدفع في اتجاه توسيع دائرة الصراع مشددا على المسئوليات التي تقع على عاتق المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي للضغط المكثف في اتجاه توصل الاتفاق ينهي الحرب الجارية بما في ذلك العنف والتصعيد الذي تشهده الضفة الغربية وعلى النحو الذي ينزع فتيل التوتر بالمنطقة ويستعيد الأمن والاستقرار الإقليميين كما أعرب من جانبه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي عن بالغ تقدير للدور الذي تقوم به مصر كدعمة أساسية للاستقرار بالمنطقة